رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للعام الحالي بنسبة طفيفة في حين توقع أن يتسارع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 3% وبحسب التوقعات الجديدة للبنك الدولي يفترض أن يحقق الأردن نمواً اقتصادياً بنسبة 2.2% في العام الحالي وتقرير آفاق النمو العالمي توقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي العالمي هذا العام بنسبة 3.1% مقارنة مع 3% في العام الماضي مع حذر من مخاوفة على الاقتصاد العالمي على المدى البعيد في حين جاءت توقعاته بتسارع النمو في منطقة الشرق الأوسط على افتراض هدوء التوترات الجيوسياسية وارتفاع معتدل على أسعار النفط